السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم ان شاء الله تكونوا كلكون بخير اليوم صبايا حبيت علمكم كيف بنساوي قبة الجاكيت الجاكيت قلوا مردتين انا عم حبيت علمكم كيف بنطلع الابة من نوفية نحن عم نشتغل نحفرها وبنساوية وتطلع جاهزة متل الوقت اللي نزلت لكم من زمان فيديو بحفرة تحت الابط طلعت لكم ياها من نوفية هذا الفيديو بيشبهوا هلا بيطلع انا هون مثلا هذا الجاكيت بدي طلع الابة هلا من نوفية بدل ما احفرها وارجع ضم صبايا رح طلعها من نوفية وهلا بنشوف في بنساوية هلا انا ابتديت بهاي الجهة مثلا وانتوا نفس المبدأ بيكونوا اتنين صبايا شو عملت اول شي زدت اه اتنين اربعة ستة اثمان غرزات صلايا فينا نشتغلهم بالغرزة الامامية المرينة وفينا نشتغلون وحدة بوحدة هاي بترجع لكم شو بتحبوا فينكم تشتغلوها انا هلا رح اشتغلكم ياها وحدة بوحدة يعني وحدة امامية وحدة مقلوبة طبعا اول سطر دائما بيكون عنا فيه شوية اه صعوبة بس اول لانو هدون عاملينهم وبعدين بيصير كله سهل بازن الله طبعا متل ما قلت لكم صبايا انا عم بشتغل بالغرزة وحدة بوحدة هلا وصلت هدون اتنين اربعة ستة تمانية هدون التمانية هلا باخد اتنين مع بعض صبايا يعني سبعة ووحدة من هون باخدوا الاتنين مع بعض وبرجع بسطري من اول وجديد ما بكفي ما بقع بشتغل يعني بس برجع بشتغلهم متل ما بيجوا معي صبايا وحدة امامية وحدة مقلوبة كتير عم تطلع حلوة هاي بترجع لكم شو بتحبو هاي وحدة مقلوبة وحدة امامية وقت لي نزلت لكم هداك الفيديو كتير جاب مشاهدات وعجبكم كتير ان شاء الله هذا كمان بيعجبكم بتشوفوها سهلة انتو عم تشتغلوا ما في صعوبة صبايا هلا متل ما شفتو بيكون عنا مردتين متل ما اننا عم نشتغل من جهة هلا من جهة عم نشتغل هلا هلا انا عندي تمن غرزات اخدت وحدة يعني سبعة هلا بدور المقلوب اه يعني ظهر الشغل صبايا ما باخد يعني ما را وحدة باختصر يعني انا بدي اختصر بدور المقلوب بس الصبايا بدي اختصر هلا بدل ما اشتغلها هاي لوحدة بعد ما اشتغلت صبايا اتنين اربعة ستة سبعة متل ما قلت لكم ناخد الثامنة واللي يجملنا ناخدوا الاتنين مع بعض هلا برجع بسطري طبعا بس من اتجاه واحد باختصر غراز صبايا هلا شو اختصرت انا غرستين يعني شو فضل عندي عندي فضل ستة متمانة بتكون تحسبوهم صبايا هلا انا اختصرت غرستين بدي اختصر التماني اللي اشتغلتن وزدتن هلا انا بدي ضل هلا روح واجي متل ما شايفين صبايا بدي اشتغلون نفس المبدأ رح اشتغل لكم اسا هذا السطر متل ما شايفين وحدة امامية وحدة مقلوبة سبع غراز بشتغل صبايا سبعة وبظهر الشغل بس بختصر سبعة اتنين اربعة ستة سبعة تامنة صبايا مع اللي يجملنا باخدو الاتنين مع بعض هلا صاروا انا اخدت تلات مرات بترك آآ برجع بشغلية الصبايا وبرجع بكفي انا هلا اخدت تلات مرات بتظل اخد هيكي تايخلصوا عندي لتمان غرزات رح خلصوا نفرجيكم شو اسا بدنا نساوي صبايا متل ما شفتوا انا خلصت لتمان غرزات بضليت روحوا اجي واخد غرزة بظهر الشغل روحوا اجي واخد غرزة حتى خلصوا لتمانة بعد ما بيخلصوا تمانة طبعا هيك هادة بدا تصير بهذا الشكل بعد ما بيخلصوا تمانة صبايا انا جاكيت هادة عندي بدي يكون هون حافرة تحت القبط وضالل عندي غرزات هالغرزات اللي بقيانين بدي احسب حساب هالدي فين يترك منهم مسلا بدي اترك هيك انا معناته عندي مسلا آآ آآ ست غرزات الزيادة هادونة بدي احفروا مش هيطلع شكلة كمان نص دائرة يعني هلا كيف بدي احفرها انا وعم بشتغل بهاي الطريقة انا خلصت لتمانة هلا بظل بشتغلهم متل ما بيجوا معي هادون اتنين وحدة امتين تلاتة اربعة عم بشتغل غرزة بغرزة صبايا وحدة لفوق وحدة لتحت مقلوبة وحدة امامية هلا انا عم باخد كنت وحدة بس هلا اخدت وحدة برجع باخد اتنين مع بعض يعني شو اختمت هلا غرستين بدعا لغرزة وحدة عرفتوا صبايا برجع باخد اتنين مع بعض وبرجع بشغلي انا اخدت اتنين باتنين باتنين يعني شو صار هلا اختصرت انا ست غرزات صبايا فيني اكتفي متل ما قلت لكم بدي تابع سطري هلا هيك ما انو باقو بدي ارجع تابع سطري وبشتغل متل ما بتكون هي الغرزة اللي انا عم بشتغلها انا هلا عم بشتغلكم المصطرة يعني ما عم بعمول شي غرزة ولا شي بس انتو متشو بتكون رسمتكم بتتابعوا فيها متل ما قلت لكم صبايا بتكون اني بكون نحني بوقت اللي بنا نعمل الابة بيكون محفور عنا تحت الابط فبنا نحسب الغرزات اللي بدنا اياهن قدي بدنا كم غرزة اسا يضل على الكتف بدنا ناخدهم للزيادة بعد ما اختمنا الاثمانة بنحسب حساب انت هوني حافرة ومخلصة شو بيضال لعندك غرزات صبايا هدوني بدك تضلي تختصري وتتركي لبدك يهبس فينك تختصري ستة فينك تختصري تمانة فينك حسب اللي عندك العدد الغرز اللي موجودين على كتف الجاكل يعني هذا حسب انت الرسمي او حسب العمل اللي عم تعملي اه ما فيني هيك عطيك عدد محدد بس بديك تختصري اكيد بيكون عندك غرزة زيادة تصيري بتختصريهم بالطريقة اللي عملناها هلا هلا انا رح كفي السطر وارجع مرة متل ما شفتوا صبايا السطر الماضي اخدت اتنين باتنين باتنين يعني تلات غرزة يعني فضل عندي من ستة تلات بس ما بدي اخدهم كلهم فرد دفع صبايا هلا اه متل ما شفتوا وقت بتوصلوا اللي عند الرسمة هاي بترجعوا بتشتغلوها بوحدة بوحدة صبايا بتشتغلوا هون غرزة اللي انتو عم بتشتغلوها بتوصلوا لهم بترجعوا بتحافظوا عليهم متل ما هني مشغولين ما بتغيروا فيهم هلا نشتغل متل ما اتفقنا السبعة. بوحدة بوحدة. هلا اشتغلنا هلا صار. بدي اخو كمان اتنين. متل ما شايفين صبايا. هاي اتنين مع بعض برجع باخد اتنين مع بعض. صرت هون اختصرت كمان غرستي. برجع بتابع بحية لرسمة بتكونوا انتو عم تشتغلوها صبايا. وهلا نفس المبدأ راح اخلص السطر روح اراجع وفرجي يكون السطر الاخير. صبايا متل ما شفتوا انا هوني حاب باخد ست غرزات متل ما قلت لكم. معناتها هي اخر ختمة لي. انتو متل ما قلت لكم تحسبوا عدد الكتب. قديش عندكم الزيادة. تختصرون بهاي الطريقة اللي شفتوها. ما انو بس غرزة بتاخدوها غرزة. يعني كل اتنين غرزة اتنين غرزة بتقصموهم على كزا دور يعني. مو كلهم فرد دور صبايا. هلا هيك اخدتون. بقى انا شو بساوي هلا بعد ما بكون خلصت يعني وحسبت حساب انو خلص هيك الكتب صار تمام ما بقى فيني اخو. ما عندي غرزة زيادة. بضل بشتغل تا يخلص الطول اللي بدي اياه من طرف الجاكيت. هلا انا رح اشتغل كم سطر وفرجيكن كيب بصي. وهلا متل ما شفتوا صبايا انا خلصت انو بس انا عفرجيكن المبدأ تبعها طبعا انتو قصة بتطلعوا فيها حسب العليل اللي بدكن يا من الجاكيت. انا فرجيتكن المبدأ صبايا. كيف صارت معنا? على شكل آآ دائري. والغرز آآ ما مبينين ابدا صبايا. وهاي متل ما بتطلع فيها بتبين خلص ايك بازن الله وضحت عليكن. انو هلا انا قسا بدي اطلع عوشي بتحسيني تفيميلي. بعدين هي بتساوي على الشغل. بتعوض وبترجع بتصير متل ما كانت تماما صبايا. ما في شي اي مبدا يعني ما في شي غلط. متل ما شفت اول شي زدت اتمانة. ضليت اختصرون. بعدين اخدت اتنين باتنين. بعدين اتنين باتنين. بعدين اتنين. يعني انتو هدا متل ما قلت لكم برجع لعرض الكتف اللي عندكم. انا مسلا هلا هيك عرض الكتف تمام. ما بقفيني اخو غير ستة حسبت متل ما هيك مشان اذكركم. خلاص باخد الستة. كل سطر باخدون. فينك تاخدين متل ما اخدتون انا اتنين باتنين باتنين او بتاخدي اتنين باتنين وتتركي للسطر البعض اتنين باتنين. بعدين بترجعي اتنين باتنين. كمان بيصير يعني هدا فينك انت تعمل اللي بدك يا. وهذا المبدأ انا شفتوا حلو وانشاء الله انتو كمان تشوفوه حلو يعجبكم. شا ما ترجعوا اتضموا و بعد ما تخلصوا العمل تبعكم. وبيصير بهذا الشكل. وانشاء الله تكون عجبتكم فينكم كمان صبايا ما بس تعملواها بالغرزة وحدة بوحدة فينكم تعملوا بالغرزة المرينة. وانتو بتتحكموا متل ما بتحبوه الغرزة اللي بتكون ياها. وانشاء الله تكونوا شفتوها سهلة منها صعبة و بتكون عجبتكن وأهلا وسهلا فيكن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته